التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول عبد المجيد سقر وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية عبد القادر محمد نور وذلك بمقر الأمنة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد عبد القادر محمد نور وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة لدولتي مصر والصومال من جانبه أعرب وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين